بطولة من نوع آخر تبدو غير مألوفة فالذاكرة يمكن أن تقام لها بطولة ويمكن أيضا مشاركة موهوبين يمنيين يحرزون المراتب الأولى فيها البطولة العربية للذاكرة أقيمت لأول مرة بجزائر في ديسمبر 2012 شارك فيها 45 متسابقا من 11 دولة عربية تنظم بصفة دورية مرة كل عام خلال لحظات معدودة على المتسابق أن يتذكر كل ما رأاه في 30 ثانية من كلمات وإسماء وأرقام ليسردها من جديد أمام لجنة التحكيم يعد هذا واحدا من 11 اختبارا لقياس قدرة الدماغ البشري على التذكر ولأن الأوضاع لا تبدو مناسبة لتنظيمها في دولة عربية ولا توجد دولة عربية أصلا تستقبل جميع الدول العربية المشاركة أقيمت البطولة هذا العام في اسطنبول تركيا لتفوز الجزائر بالميدالية الذهبية أما أفطال اليمن فقد حازوا على المركز الثاني أعتبر هذه هي الأول مشاركة لفريق اليمني بهذا العدد بلغنا خمس أفراد وحقيقة لم يكن هناك ذاك التدريب الكثير لكن حدود إلى شهرين فقط أو شهرين ونصف شباب مؤسسة مواهب لم يكتفوا بالمشاركة الشرفية فهم عندما قطعوا تلك المسافة الطويلة من حضر موت سوب اسطنبول قرروا أن يكونوا رقما هاما في البطولة فكان لهم ذلك استطعنا أن نحقق ولله الحمد نحن الفريق اليمني مراكز متقدمة في البطولة كان من بين أن كثير من زملائي في الفريق أحرزوا ميدالية الذهبية على المستوى الوطن العربي في بعض الاختبارات ولله الحمد نحققنا المراطب على المستوى الوطن العربي العشر الأوائل يسبق إبداع الشباب اليمني سيط الحرب في بلادهم فأينما ولوا وجوههم وإبداعهم أيضا يتركون بصمتهم المميزة ويحتلون المراكز المتقدمة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن ينتصر عليهم حتى دون وجود دعم مادي أو معنوي كاف أما عن أهمية البطولة العربية للذاكرة بالذات فلأن البطولات عادة تهتم بتلك المهارات الجسدية وحدها لكن هذه البطولة اهتمت بالعقل البشري مثلا بالذاكرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر